السلام عليكم ازايكم واخباركم ايه يا ربكم ونبقى الفخير انه احنا فيديو جديد مع بعض وفيديو النهاردة طرق تنظيم وترتيب للمبخ بتاك وللبيت عمتا بس بصورة شاملة لكل حاجة في حياتنا تعالوا مع بعض كده نشوف احداث فيديو النهاردة ماشي ازاي وكل المنظمات اللي بتساهل عليك فعلا وقته ومجهود خرافي بتقضيه في المبخ بالزات لان اغلبية الستات كل وقتنا مقضيينه في المبخ تعالوا نشوف كده طبعا احداث فيديو النهاردة وطبعا طلبة منكم قبل ما نكمل كده الفيديو جاريت ما تنسوش دعمكم لينا والقناة هنا باللايك وكمان الاشتراك فيها عشان يوصلكم كل جديد من الفيديوهات اليومية اللي انا بنزلها معاكم تعالوا نشوف كده اول حاجة هنا طبعا زي ازازة مياه او ترمز كمان المياه المغلية كلها طبعا افكار هيلة جدا وصدقوني فعلا بتنفع كل واحدة فينا الافكار دي كمان بتفيد من اكتر العرائس طبعا اللي هتتجاوز الفترة الجاية حابين يستعرضوا كل المنتجات العملية والمفيدة اللي طبعا بتسهل عليه كواته موجود وفي نفس الوقت كمان هرد على السؤال اللي بيجيلي كل يوم المنتجات دي هنلاقيها فين في مواقع كتيرة جدا زي امازون علي بابا علي اكتبريس وكل المواقع دي كمان بتوفر لكل المنتجات بالصوت وبالصور بتقدري تسخل هناك وتشوفيها كلها وطبعا انا مش بعمل هنا الفيديو دعاية واعلان ليهم زي ما هو كمان ان انا حابة اعرض لكم كل المنتجات العملية اللي بتسهل عليك جزء كبير كدا في حياتنا وكمان في نفس الوقت استغلال المساحات الدايئة كم واحدة فينا بتتمنى ان ما تبقى يكون واسع المساحة البيت عندها واسعة لكن كل ده في الاول وفي الاخر هو فن الاستغلال ازاي دي استغللي المساحات الدايئة والاماكن المغلقة عندك في البيت لمكان اوسع بكتير لمكان بيشيل معاك اغراض كتيرة جدا وصدقوني فعلا كل الافكار العملية والتكنولوجية دي مفيش حد فينا دلوقتي يقدر يستغنى عنها على الاقل كمان الشرط ان احنا نشتري اكيد كل المنتجات دي في يوم وليلة بس طبعا بناخد منها افكار كتيرة جدا بحيث طبعا لو جدي تخرجي في يوم او في وقت من الاوقات وحبيت تشتري منتج من منتجات طبعا هتكون عندك على الاقل عنه خلفية وشفتيني في فيديو واضح كده صوت وصورة معانا واكيد طبعا هتستفادي منه تعالوا نشوف يا ترى كده ايه الفكرة دي دي عبارة طبعا كده عن جراب طبعا لفرش الاسنان يعني منه منظم وفي نفس الوقت كمان بيحميه الجزء اللي فوق عشان ما يكونش متعرض طبعا للهوى او للبكتيريا والميكروبات اللي ممكن تأذي فرش الاسنان يعني طبعا كل دي حاجات ممكن وجهة نظر ناس كتيرة جدا تشوف الموضوع بسيط وتافه لكن صدقوني قد ايه الحاجات دي فعلا بتكون عملية قبي وكمان في نفس الوقت شكلها حلو بتكذب الاطفال تشوف دي كمان بقى كده طريقة العجين ناس كتيرة جدا طبعا للأسف ما بتحبش تعمل حاجة على رخامة بتاعت المطبخ فده كمان جزء بقى كده مخصص للعجن والخبز بتاك بتحطي عليه العجينة بتاعتك بالشكل ده وفي نفس الوقت بتحافظ معاك على الحاجة وبتطلع كمان شكلها حلو جدا نشوف برضو كمان كده دي عبارة عن ايه دي شكلها شكل الفوض بالزبط بس طبعا بقى أشكال عملية أكتر بتقدر يتصف عليها المطابق بتاعتك بتمتص مية أكتر بكتير زي ما احنا شايفين ما بتصربش المية لتاعت وبتقدر كمان تحط عليها حلل سخنة براض مية سخنة يعني في كده الحالتين مفيدة جدا من نسبالك شوف بقى كمان كده بقى بسكتاب بتاعت القمامة للحجمها الصغير دي وكمان مريالة المطبخ بقى أشكال عملية ودي قرات كتيرة جدا كل حاجات بقى الحلوة زي دي بنستعرض منها وبنخرج منها بأفكار كتيرة حاجات تخص المطبخ المنزل عندك دي قرات عصرية أفكار مودرن جدا طبعا يعني فيه ناس هتقول لي احنا مجرد بنتفرج على الفيديوهات بنستمتع جدا بيها وفي نفس الوقت كمان مش قادرين ان احنا نشتري المنتجات دي أكيد طبعا كلنا بالنسبالله الموضوع مش هيكون سهل ولا ان احنا نقدر نشتري كل المنتجات دي في يوم وليلة بس على قال لي طبعا بناخد منها أفكار كتيرة نشوف هنا كمان كده بقى منظم الكحك والبسكوت البتفور منظم كمان الفكهة منظم الشوكولاتات الخضار زي ما انتي عايزة تقدري طبعا تستغلي الجزئية دي في حاجات كتيرة جدا كمان مساحتها ما بمستحيل تاخد معاك مساحة وندخل هنا كمان على منظم الرز دك طبعا كمان بياخد معاك أكتر من 5 أو 10 كيلو موجود منه أحجام مختلفة زي ما شفنا وفي نفس الوقت كمان برضو بيحافظ عليه معاك الفترة أطول بقى من التساوس أو الحشرات اللي ممكن تأذين نشوف هنا كمان دلوقت كده المنزل الخاص بالسايدة دي وكل المنتجات والأفكار العملية والحديثة اللي متوفرة عندها تعالوا نشوف مع بعض كده دلوقت المكنسة الكاروائية اللي بتتحرك لوحدها ناس كتيرة جدا طبعا انبهرت بيها وشفناها كمان في فيديوهات كتيرة سويا الفيديوهات الصينية الفيديوهات التركية وناس كتيرة دلوقت كمان عندنا في الوطن العربي أو في مصر كمان بالأخص اشتروا المكنسة دي وقالوا قد إيه إن أداءها حلوة جدا فعني عامة طبعا نتمنى أن المنتجات دي تتوفر عندنا وتبقى موجودة في الأسواق بصورة مستمرة حتى بسقط القمامة لو لاحظنا كده ليه أشكال وصور كتير جدا وتعالوا نشوف يا ترى بها كده الجهاز بتاع العضلات ده اللي قعدت عليه وهتعمل مجموعة من المساجق الخاص بيها حتى المسحوق بتاع الملابس عندهم ليه شكل وستيل مختلف جدا بس قد إيه؟ النتيجة بتبهرنا كلنا وفعلا بننباهر بأداء كل منتج من المنتجات اللي احنا بنشوفها ندخل هنا كمان كده بقى لشانت في الميكوب الخاصة بالسيدات وكل الأغراض اللي فيها خصوصا كمان طبعا لو فيها كزا سوستة وتشيل معاكي طبعا أغراض كتيرة جدا نشوف هنا كمان كده بقى المنظمات أو كمان أدوات التنظيف اللي بتسهل عليك طبعا مجهود خرافي خصوصا لو هتنظفي أي منتج في دهون أو تكلسات كمان مكان طبعا الحمامات والطويلت زي ما احنا شايفين كل الأغراض دي من وجهة نظر ستات كتيرة بتشوف إن هي عايزة حاجة تسهل لها عملية التنظيف وطبعا ما هيكونش فيه أحسن ولا أجمل من المنتجات اللي احنا بنشوفها هنا علب حافظ الطعوم دي برضو من الحاجات الحلوة جدا سواء طبعا تتعيني فيها أكل أو تخزيني فيها أو كمان في نفس الوقت تستخدميها جنب منك أثناء عملية الطبخ كده وتغطي بيها طبعا أكلات وأصفات كتيرة جدا دعالوا مع بعض هنا كمان نشوف كل عيوب الجلد اللي كتير جدا مننا بيشتكي منها وفي نفس الوقت كمان طبقات الجلد دي حلوة جدا وبتحمي معانا مشاكل كتيرة جدا ممكن إن إحنا نتعرض ليها بصرف النظر طبعا مش قادرة أنين تتنقجي دي كنبة جديدة عندك حاجة تخدشت منك ومحتاجة أنين تتصلحيها فده كمان البديل أكيد لها نشوف هنا كمان برضو كده المنتج ده بكمان التفاصيل بتاعته وهي طبعا إزاي تخزيني البطاطين اللي الحفة الملابس بتاعتك وكل الناس اللي جربوها قد إيه شكروا في المنتجات بتاعت التخزين دي جدا هنا كمان نفس فكرة التخزين بس بصورة تانية خالص دي كمان دلوقتي كده من الأكياس البلاستيكية اللي بتحطيها على الحيطان عندك عشان تشداري كل الشخبيط أو البهدلة اللي ممكن الأطفال تتعرض ديها وهنا برضو كمان كده البسكت بتاع القمامة ده بشكله وستايله زي ما هو واضح قدام مننا كده طريقته حلوة جدا وبيحافظ معيكي على الحاجة خصوصا طبعا بقى ريحة القمامة اللي بتأثر عندك على البيت فده كمان برضو من الحاجات الإيجابية جدا شوف هنا كمان برضو كده بقى الكريمات والمسقات دي مش هننكر إنها عملت لنا انبهار حلوة جدا وفي نفس الوقت كمان كل المنتجات دي موجودة على المواقع اللي أنا ألتركوا عليها في بداية الفيديو عمتا كده طبعا أتمنى فيديو النهاردة يكون عجبكم ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش دعمكم لينا بالقناة هنا باللايك والاشتراك فيها عشان يوصل لكم كل جديد من الفيديوهات اليومية اللي أنا بنزلها معيكم أشوفكم إن شاء الله على خير بكرة في فيديو جديد ومع السلامة اشتركوا في القناة 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 اشتركوا في القناة